السلام عليكم وردونات اخوان واخوان دايما كده ايه اللي بسانيكم او جمعة مباركة اختيت هذا الفيديو في الجمعة ولكن ما عادل يجيكم في الجمعة مهم كنقول جمعة مباركة المهم هل اسميته ديالي هاد المره مشي دكلون طومانت عند اسميته ديال الفرانجيلي مبقاش يصاب لي اسميته مزيانة هاو تنقص قريبا في عماين ثلاثة المرسون كانت تدفر لانك ده بابده كده لي بحكي حفرها لانك باش انتفادة المشاكل مش يدك لها تضوما هاد الكبيرة فيها ثلاثة سنتين في الدورة وهاد صغيرة فيها عشرين هاد يجيو بحالي لعرب عديتهم هاد الطارت ديال العروسة ديال المهم ديال خصحاتي هاد نصيبها معاكم وهالالوان اللي هاد هي اسميته الفوندونت وطبعا دائما هاد نشوف ان تكون حالا لا يكون شيء خيبا وهذا بابده هاد نشوف هاد نشوف هاد نشوف هاد نشوف هاد نشوف هاد نشوف g ف Sasha ه هادالوان هاد نشوف هاد Lake سوف نساء المزلي لدينا شعر حمله يوميا من المزلي سوف نقوم بلدي القطيطة تمنح الباب تزوده و هذا نحن يجب أن يكون مخور يجب أن يكون المخور ضروري إذا كنت تجد السلبي يجب أن نعمل هنا نحن لدربيتها لم أتدرك المخور هل تضربه بل تياب تكتبوني بحز الزبدة و نجد البريد و سوف نجد البريد نجد البريد كان هناك سحاب 180 مللي لتر دي الماء يعني كل 50 جرام 60 مللي لتر دي الماء هذه فيها 150 مللي لتر دي الماء هذه فيها احتاج جيلاتين ديال النباتية جيلاتين النباتية لانها من بعد تقول قصحة ديال النباتية لديك الحشوات لديك بافروة لديك لكم 180 مللي لتر دي الماء 150 جرام ديال بافروة مع نصف ديال الكيمية ديال 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 مثلا بلعتين نصف ديال القجدة الطارية ديال النصف ديال ها 750 جرام ديال هاد هاد القجدة الطارية مع هاد بافروة هاد نخلطهم هاد الحشوة ديال طارتة ديالي والباقي اللي بقالية ما هاد ندر بها الجهة برانية كما كنتشوفوا معايا هاد غيخت والثالثة هاد هاد ندروا مع الحشو بزاف كل حشو كيف يدر في الحشو مثلا كإضافة انا شريت اسميته ذاك الفريز المعلب وكنطحنه هذا هو يعني ما كنديش في شي حاجة اخر وكندي في ذاك شوية ديال جيلاتين نباتية غيخت شوية هاد نتبع التالية في خنيشات كنتشوفوا لول مع الموعد كنتشوفوا لول داك الفريز المعلب ومن المعد كنتشوفوا لكي ندروا كيف يدر كوفيتر وكيف يدروا عنيه كيف يدروا قليل بحال هاد لا هذا مني كنتشوفوا كنتشوفوا لديه الجيلاتين نباتي آخر انا سوف يدروا المهمة لكم معي مهمة البنات هذا الخطوة الرابعة لجينواز أول شيء نأخذ الموس نأخذ الخطة بحيث يكون واضح في جنب الجنواز نأخذ هذا المنشار وهو دائما نوريه لكم في الفيديوهات نأخذ هذا العلو السمك 1 سنتيمتر نأخذ السمك نأخذ كون القطعة دائما نقصتها وبهذا السمك فقط الفوقانية هي التي تنتهي التحت والتي تنتهي لتحت والتي تنتهي التحت والتي تنتهي لتحت وفي السمك يتفق والتي تنتهي لك سوف أليكم معي المنشارة في الجيب الحلواني ورها لا أعرف اسمي مرحة و لكن بالعربية لا تتعلم اسمه سوف نقوم بتحضير دوز منها سوف نفوتها كاملًا ، سوف نقوم بتجربة الفريز و سوف نقوم بتجربة الفريز لا يوجد طبقات في هذا الفريز على حساب و تريد الطبقات عمراني من المفيد، و اخليكم معي سوف نقوم بتجربة كاليوه سوف نقوم بتجربة الفريز سوف نقوم بتجربة الطبقةحي اضافة و صافي لأن الأخري نعمرسهم جيدا مهم خليكم على احتن كملها و نغطيها و نعشع لكم لأنها ترتارين نفايتها و نضيتها و ننفذها و نضرتها ماشي أول مرة يعني غير كل مرة كان بغير شارك معكم غير لأنها تقريبا راه نفس اسميتو اللي كان دير دائما هو اللي كان دير دعبة بالنسبة ل اسميتو غير الناس اللي لمشاهوش الفيديوهات القدمة عاوتيني ارشعوا لي همرا كان الفيديوهات تحلو اسميتو تحتب تباليكم في قارتة تدخلو و تشوفو اسميتو غير دقة و اني كل شي كيف كان ديلها من القولة إلى الأخر دابة هدى شويا ، لا بدلت معكم كل شي من الأول في صراحة بش أن أقول لكم بما تريد نشارك معكم كيف هاش سوف نصوب الطاردة للعروسة اليوم يلا خليكم معي هذا هو كما تشوفون وما ديت الطرطة يشتني تشخنه زكريو يطاعت وليش دور ريخت راحت 昨نا دائما يجب عليكم أن اجعل لدي المطوقة سأجعل بفندنت أو مارس باين وانا نشفل من مارس باين وانا لا أدري الطرط من الناس هذه السميش أقوم بحياتي والعائلة وعائلة تصوفهمة لأنها الكثير من تمر واخدمات الناس سمتقدش في هذه المشكلة لديها جيد من فرق الحلال لديها مجموعة ويأكل بشكل تمر لا نزيل من هذا المسيح لنزيلها أقوم بوضع و هذه سلسلة 20.5 كيلو سوف يقوم بقبل 30 سنتين و سوف نقوم بقبل أخرى يمكن هذه السلسلة سوف نقوم بقبل أليس سوف نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة معرفياتهم بحالة نقوم بقبل أجل البوسي و سوف نقوم بقبل جيد لكي لا يكون في نظرة عليهم و او لكي لا يكن في هذه الخطوطة المهم كيف تشاهدون كيف تشاهدون جينواز عملته وغطيته وطلقتها جيد على حسن ضروري لأنها 30 سنتيمتر وعلى الأقل ستكون فيها 50 سنتيمتر هذه الدورة وضروري تكون فوق بلاستيكا السيليكون ولماذا سيليكون؟ احسن حاجة هي بلاستيكا السيليكون وموجودين وموجودين في كل بلاست كما ترون فقط تضع فوق جينواز وفوق الطارطة وطلقتها غير جناب التحسنين لتقوم بحسب المصرحين اجدوا هذا الجوش موجودين في كل بلاستيكا وكيف تصبح المصرح بحسب المصرح وكيف تكون مزيئة ويوجودين ممكن أن يزيئة إذن تقوم بسجل ونزيئة ونضيف الضجاج كذلك ستجعل كذلك المصرح لا يمكن أن نضع لها طارتة التي ستعبط فيها سوف تهوض فيها نضع هذه العواد نقطعها على حسب السمك السمك والطارتة نضع ربعة واحدة هنا ممكن أن تضع لها طارتة لكي لا تهوض سوف نضع العواد سوف نضع طارتة سوف نضع صاحبها سوف نضع خليسة سوف نضع قم المزيدة سوف نضع سوف نضع نضع طارتة سوف نضع السمك والطارتة سوف نضع 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 كما تشوف الطرطة قريب كما تشوف الطرطة قريب تكملات منعجة ماء الناس هذا مكان لا انتهى ماء الدهبي احضر سماية يمكنك العلاج الخدمات وطرق السمع السمع ومنع الطرطة تبغى الوضع والثانية والثالثة يمكنك العلاج الخدمات سماية سماية الماء جدا أخذها قريبا ومنعها منعجة شوكولات سوف تقوم بعملها في الماء سخون ثاني وهذا هو هذه هي الطارتة اليوم سوف تسميها هنا لا تنسوا لايك واشتراك سلام عليكم هذه الطارتة كميلات سوف نضيفها سوف تقوم بعمل العريس ولم تقوم بعملها مهام ومعرش إذا كان عقيدة هذا ما كان هذا ما هو شكرا